هنتكلم عن الريد والوايت ليجينز اللي تظهر في الكتب بشكل عمو اول حاجة هنتكلم عنها هي المكيولز اللي انا ده لما هشوفه مسلا هقول ده علي مكيول المكيول بتتميز بان هي بتكون تمام حاجة زيها زي اللسكن كويس جدا يعني انت محطيتك عليها مش بتحسة خالص ان هي اعلى من اللسكن او اقل من اللسكن لأ هي موساوية جدا للسكن احنا بنعرفها عن طريق ان احنا بس بنشوف لونها مختلف عن لون الاسكن ساعات بيظهر لونها بيكون الريد ده بيكون بسبب وقود فاسكول الريجينز حصل فيها مثلا اي مشكلة او في المكان ده او مثلا بتكون نتيجة صبغة تصبغات تصبغات دي حصلت نتيجة اللي اهنتكتب عنا في شابتر ثاني نتيجة الميلانين هموسيدرين او اي موسيدرين او احنا لو اتكلمنا يعني ايما كيويلز او عرفناها بطريقة هدمية هتقول ان هي will circumscribe flat lesion نتسبو لنقدر نشوفها بعينينا because they're change من normal skin color لان هي متغيرة لانها متغيرة عن normal skin color وده بيكون due to لان هي بتكون red due to presence of vascular lesions او inflammation بتكون pigmented بسبب presence of a ملانين هموسيدرين او foreign material بعد كده هنتكلم عن البابيويلز والبلاكس البابيويلز والبلاكس هم اللي اتنين بيكونوا elevated او raised solid lesions فوق ال skin يعني انا لما احطي ايدي هلاقي حاجة اعلى من ال skin لازم نعرف الحاجات دي نعرف مفرق بينها كويس جدا عشان انت في البابيويلز فانت هتحط ايدي هتلاقي حاجة اعلى مثلا هيكون بقية زي اعرف ان ده بابيويل او بلاكس البابيويل بتكون دي متر سنتيمتر بتاعها بتكون اعلى من واحد سنتيمتر لكن في البلاكس هتلاقي ان هي حاجة كبيرة اكبر من 1 سنتيمتر بتكون large بعد كده ممكن نتكلم عن نديولز نديولز عبارة عن ايه هي تمام بتكون ليها ديب في الدرمس يعني هي ليها من تحت ليها بس ظهر منها جزء بسيط في الابيويلز من برا الجزء اللي ظهر في الابيويلز ده هنقدر نحركه بايدنا يعني بسهولة كده نتحرك معنا نتكلم بعد كده عن الفيسكلز والبولة ازاي يقرق ما بين فيسكل ده فيسكل ولا بولة الاثنين بيكونوا تمام هنفرق ما بينهم ازاي بقى لازم اعرف الفرق هاي زي ما يكون مثلا حدد حرق واللي هي البولة اللي هي المغاية اللي بتتكون دات على الدات الفيسكل بتكون حجمها صغير يعني صغنونة لكن البولة بقى هي فيسكل كبيرة ماشي فالفيسكل هيكون فلاويد تكون كلها مدينة فلاويد هتكون اللي هتلاقي الفيسكل حجمها اقل من 1 سنتيمتر ميتر انت تقدر تعميزها بعانيك والبولة بتكون اكبر من 1 سنتيمتر البوستيولز ديت من اسمها معناها ان ده بص ايها بص؟ تمام؟ هي بدتوا بتكون ريسد الفيشن بس انا بقى لما مثلا بامسل بروب او حاجة بتطلب معي بص فخلاص ده بعرف من طب بوستيولز ريسد الفيشن هي او ريسد بس تبدي مليانة بص عندي بعد كده إيروجينز والألترز ايه ازاي اقدر المفرق ان ده إيروجين وده ألتر؟ إيروجين هو بارشال لص للأبيدرميس وايه؟ مو هتلاقي هزاق لونها رد تمام؟ محصل لها رابيتشر يعني هي فسكلة حصل لها رابيتشر اوه بس وحصل بقى رابيتشر مع جزء ام؟ طبعا لما حصل رابيتشر في جزء طبعا شعارفين من الرابيتشر يعني جزء من الأبيدرميس اعرفها كده جزء من الأبيدرميس هحصل له لص الألترز لأ هو الأبيدرميس كله او الابيثاليوم دوت حصل له الأبيثاليوم حصل في دفكت والأبيدرميس نفسه فهلو مثلا هنشوف ان اليروجينز هي موست رابيتشر أما الألتر هي بتكون عبارة عن دفكت في الابيثاليوم يكون دبريست طبعا لما حصل دفكت في الابيثاليوم فهتبقى تبقى تبقى دبريست lesion over epidermal layer has been lost لو هايسألك ازاي تفرق ما بين اليروجين والألتر هتقول ان اليروجين ده عبارة عن partial loss الألتر هو خلاص الكوزي ده كله من الكلبت فقط و فى بيثبقى ونفش على النورمال كالر بتاع الميكوزة ان هو دايما بيكون pink قولنا بقى ان النورمال كالر بتاع الأورو الميكوزة ان هو دايما بيكون pink ليه بقى بيظهر pink بسبب بقود البسيطش بتاع اللايت بيعدي يعني الدوق بيعدي على سوبرفشير لير بيكون بتاعت الـ soft feature بيكون طبقة كده فلما اللايت بيعدي طبعا تحت عندنا الكابل لنس كتيرة جدا في المنطقة بتاع الأورو الميكوزة فالدوق اللا ما بدرب عليها بتصبح منها الأورو الميكوزة بسبب وجود الكتير جدا من الكابلاليس بداعه في الضرط عندنا بعد الوقت ايه هي؟ الفاكتورت اللي بتأثر ان هي تخلي القرى الميكوزة تظهر باللون دا يعني ليه مثلا فيه بعيد ما بين من شخص للشخص من patient لpatient ممكن تلاقي patient مثلا بقوه كله pink اوي ممكن تلاقي patient لأ اللايت بيكون عنده لونها خفيف يعني ندها على عبيض بس بيكون normal برضو ايه بقى الفرق؟ ان هي بيكون اول حاجة ممكن quantity والقوانتي بتاع بي البلد كمية البلد قدئي تمام؟ السكنسة تحت الأورو الميكوزة هل في الكراتونيزيشن ولا مفيش كراتونيزيشن؟ الكراتونيزيشن عند الشخص دا اعلى من الشخص دا السكنسة تحت أورو الميكوزة presence of melanin مجتمع طبعا يمنج تفرق جدا من بود من الانين او عدم مجتمع او مزبد في معلومين الموجودة يتقلين بسي ما قولنا الكراتونيزيشن معدنا اربع حاجات quantity or quantity the blood presence of melanin وكمان تتقلينة الكراتونيزيشن بعد كده هندخل في الوايد كالر وفضل أورن ميكوزة هنعرف بها أسباب أول حاجة زي ما قولنا فوق احنا بنشرح الكريتن في كريتن لاير او براكريتن لاير قد اي موجود الكريتن البريكل لاير ممكن نسبة البريكل لاير كل ما زادت كل ما ده قد نبقى في وايد كالر اعضا الكريتن لاير كل ما زادت ده ما في وايد كالر اعضا الإنترا سيلير اليديمة بلدو بادي ان الشباب بيكونه اعلي الخليجيم فيبرز عندنا يجب علينا ان الشباب بادي كل ما زادت بردو ده بيقدي ان الشباب بادي الوايد كالر اعلي حسنا السودومنبرين السودومنبرين اللي موجود زي مثلا الكنديدة اللي بمقردنا عمدناها Woeب the chai اوبرد أورى الميكوزة ممكن تكون فيه سودومنبرين فورورا ميكوزة مورد من شيره خلاص ما بقاش فيه شاءد من الشباب بادي في الكريتر وبراثرات اللاير هيبراثرات الايبراثرات و هيبراثرات الايبراثرات في بريكترولاير في انتراسللر اديما و انتراسللر اديما في القولوجين القولوجين الطبول الاسمعة الجيل دي اللي حدناها فين كاني سولت فيه كولوجين فيبرس و فيه سرون البريه ناخد بعد الوقتي اللايت قطير الـ Red الـ Red Color بتاع النكوزة الي دائما ممكن تلاقي أشخاص عندهم الـ Red Color ظاهر باليسبة أعلى من شخص عنده الثنينج في الابيسلين الميكوزين بتاعه خفيف جدا فانت بتلاقي اللي عنده أورون ميكوزة رونه بقى pink او مدي على red او يعني الفاسكلاريتي الفاسلز عنده كمتها كبيرة جدا او مثلا في بازو في inflammation فده فعمل بازو ديراتيشن فانت شايف ان كل حاجة لونها red تمام دلوقتي بقى الوايت والريد ليجينز هنقسمهم كات تقسيمه سبارة باكرة فشرة تقسيمة كبيرة الوايت والريد ليجينز غير ميكوزة او الحد الوايت ليجينز بسبب جدا بسبب ايه؟ بسبب تغيرات ام التغيرات هذه بتكون over the epithelium full epithelium كما قلنا السودوم المرينكا تيليزاس وهي بتكون full مجربة لعملات بالترشيات أو within the epithelium هي بقى في الابيسالية من نفسه زي the oral keratosis ودي تعبط with a primary element أو maryng ال under epithelium تتبقى خلاص بدخلنا في مرقلة أنها مليبط بديل جديد تكون كتاة من الانضاء ونازل في التقسيم دعا ن shoe العالي ميكوزة بالتغيرات مزهورة للنورمال ميكوزة هي A-Normal ولكن مش موجودة عند كل الناس فلي اسمها Variations تمام ؟ Variations من النوم زي اللينا Alba او Lycudema او Fordysys Granules الحاجات دي بتظهر عند كل الناس لنا Alba و Lycudema و Fordysys Granules ثانية حاجة عندنا النوم دي بقى التقسيمة دي مهمة جدا النوم الكيراتويت الكويت ليجنس but can be rubbed off يعني ممكن نقدر نعمل لها ايه ربين كده نمسحها تتمسح معنا زي الكانديبيس الأسبران بيرنز تمام ؟ بعد كده عندنا ثالث تقسيمة دي مهمة جدا الكيراتويتك ليجنس but can not be rubbed off يعني مش هقدر نمسح تمام ؟ دي بيت اندريك تحتها تقسيمتين ناشيك دي مهمين جدا حاجات ما نقدرش نمسحة وتظهر لهم هوايو زي بس تكون معاها Precancers يعني بيكون ماليبنت زي السموكرس كيراتويتس سموكلس توباكو استفلات الكيراتويتس هكتاني الكيراتويتس في كوبليكيا ليكمبلاين ليكمبلاينس او ايه لوباس إراثماتوس تانية حاجة بقى ان احنا ممكن بردو ما نقدرش نمسحة بس مش بيظهر معاها في cancerous potential ودي احسن شوية زي اي حاجة فيها fractional ou trauma اي حاجة فيها glass flowers cryotosis الكرياتويتك ليجن استشايدة ويسترينتر دي عبرا عن اننا حطيت امالجام فحصل حاجة معاها حالاجة لاننا شيء الامالجام ويجبتين نيكوتينيك استوماريس المام ؟ الناس اللي بتشرب بير بوك عندنا بعد كده oral candidaeus دي ايه تقسيمة الرواب كان لها عملت تقسيمة تانية قال لك classification of rate and white lesions هنعمل بقى هيرد سري زي الكوبليكيا ويت سبونجي نيفس هيرد نيبراين ويسكرانوز في الانفكتشوز زي oral hairy لكوبليكيا كوبليك سبوت في بقى حاجة اسمها الرياكتف الرياكتف دي يعني النتيجة الحاجة زي لينا البا fractional traumatic traumatic أول لتشيكة chemical injuries للأول بيكوزة يوريميك بسبب يوريميا اكتينيك بسبب أسد اكتينيك كيراثوزيس smokeless tobacco نيكوتينيك استموزايتس هندرسهم ايه هناخد منهم اجزائي حاجات ملي اول حاجة هنبدأ بالهرداتري الهرداتري هيكون فيها ايه؟ احنا اخدنا فيها اربع حاجات الهرداتري فيها الايكوديميا والسبونجينيباس وفيها هرداتري بناين بانترا ابسلينيال لسكراثوز والدسكراثوز اول حاجة الايكوديميا يعني ايه بقى الايكوديميا بيقولك ان هي it's a common mucosal alteration that appears that represents a variation of normal condition rather than a true physiological change يعني هي عبارة عن حاجة كومي ممكن تظهر في الناس ايه؟ عالي جدا في الميكوديميا بتمثل زي ما احنا قلنا هي بس هي مش باسي يعني مش مرد هي عبارة عن باقى الميكووزة وتظهر في الباقى الميكوزة بالاتري 22 يمكن في الناس ايه في الميكوزة بالنيبئا الميكوزة يعني مانشافهاش كتير transparency ولا ذهي تظهر والدس لكنه before it'll show you صفت بالدس بالت starter لدا نعني يثار رالي باقى بيقولك alie ايها is bad at عان ND يعني بابتل او كلمة دي على ابيض كده ايه جريه رماضي diffuse and firmly appearance بتبقى مسكة تمام numerous surface police resulting in rankling of the lycos يعني بتعمل كده طبقات كده او fullest it can not be scrapped off ما نقدرش ان احنا لو مزحناها تتشال it disappears or fades ابونست لو احنا مسكنا النجوزة دي وشتناها حركة يعني جوه البقه كده مثلا بمرور زي ما هو عمل كده او شد اختفت وبتزيد قوي في البلاك ريزيس وبتبقى ظاهرة عندهم بيعني كون لما جنا رحت الماكروسكوب نشوف ايه هي الليكوديميا لانه هي thickening يعني زيادة في الابيسيليم ماشي with significant intracellular قديمة في stratum spinosum تبقى هي زيادة في stratum spinosum طبقه في stratum spinosum من الابيسيليم حصل في هسيدي مثلا اللي هي في البراجراتي اختار ايه في البراجراتي قالك ايه هي علاج بتاعها؟ قالك لا مفيش علاج لانه هي اصلا تعتبر باشو حاجه باثولوجيك عادية جدا لانه هي اهو بالسبب انها باريشة من النورمال كونديشن ونوماليجلانت تشينجز هس بان ريبوكي نتكلم عن تاني حاجه من الهدويتر هي الوايت سبونجي نيبس وهي اغبار عمرير وتوزوم الدومانت تس أوردر الازيز ده بيكون يجوالي ومفز في القولة الميكوزة وموكس المريد يذة الميكس المريد الموجودة والجنتالية وذهاب هوم يزهر أورى الميكوزة ويكون يظهر عملية في الميكس المريد متعاتي النوز والسوفيكس والجنتالية وردرررررررررررررررررم ويكون لا يغبارئ أولذة الوايت سبونجي نيبس داء بتوزهر عند الولادة. وممكن بتظهر يعني ان تبقى الحاجة المميزة لها بدا انها تظهر مع البيو باردي. يعني دي اكتر حاجة مميزة لها بتشوفها البيو باردي. ليه? ايه سبب ان زهورها او ايه اللي حصل? قولك ان الجيناتك المس بتاعت لها معمالة جيناتك المس لفاميليز اللي جالهم بالمرض ده ان حصل تين ويوتيشن في الولد ان لي. هتكلم 13. تمام? ده قدى من البرولين يوتيشن في اللي سين. اللي سين دوت. اللي سين حل محل اللي سين. فده ادى الى زهور المرض. الكريتينجين تعطيه الكروميشن. الويت سبونجي ليجينز لما كدنا شفنا الكرونيكال فيتشور بتاعته لانه هو بايلاترال يعني بيزهر في الكامباني. تمام? احنا اولا نغاوه بيزهر في. قولنا في النوز. بس اما حكنا هو في القرى الميكوزة. شكله عمومي. بس بيزهر كمان في اليوكس من بريمو في النوز والسوفيكاس. والجيناتك او الانتاليا والريكتر. بيكون شكله شكل سبونجي كده. او بالباتي. بيكون ثق بلاكس. بلاكس يعني اكتر من واحد سنتيمتر. كما احنا قلنا. ويكون طبعا بيزهر في الناحيانين زي ما قلنا. ادرسات الكوز يمان بيزهر في البنترال تونج. ممكن اماكن تانية. ممكن ينصرف البنترال تونج. في الميثان من قدام. او في الميثان. او في الميثان. او الليديا الميكوزة. او في الصوفت بلد. او او الليديا الميكوزة. الكنديشن ازيش بلاكس. يعني ما بيكونش فيه اي يعني اي قلب. او كمان هو من عمر ما بيقلب. ما بيقلب ماليجمت. يعني عبادة ما شفنا. وايت سبونجي نيتوس قلب ماليجمت. بعد كده رجعنا تانية بالتأسيمة. هندخل بعد الوقتي على الاورال كريتوسيس. اه هنقسمها. الاورال كريتوسيس هي جروب من الوايت ليجينز. that can not be rubbed off. او stripped off. افقى телефон. او Què رفارسابل كونتيشن؟ اول حاجة الورال كريتوسيس او او الورال كريتوسيس او او ما هم نقدرس لعرض او مفرم ماليجمت. او اول حاجة. اتنى حاجة ان احنا. او هل سبونجي من البيجمت بمجرد مجرد مكينة. خلاص. هي بترجع كويسة. ويتعافى المكان اللي كان فيه الم او اي حاجة او اي صفور لأي اعرض. بيرجعها عادة جدا. هل سبونجي مميزة جدا انه انه خلقنا. انه عندنا بحاجة نحن او الورال ميكوزا للإنسان فلقينا ان لو عندنا الحاجة دي اللي بتأذي الأورال ميكوزا بلو جريد يعني مش قوي قوي بس على مدار طويل جدا فبيحصل كيراثوسيس كيما الكيراثوسيس اللي احنا بندرسه ده على مدار طويل تمام اما لو هاي جريد بقى الاسل اللي بيحصل للمكان ده هاي جريد بس يعني قطي قوي جدا بس في فترة قليلة فهيحصل يا أنسر يا إيروجين وده احنا بنلاحظه كتير جدا فهندخل اول حاجة في الرياكتف انفراماتري واتليجنس اللي هي من الأورال كيراثوسيس ماشا واخدنا اول حاجة اليونة قلبو طبعا هي فيها اليونة قلبو فراكشنل شيك شيوينج وكيميكال انجرس واكتاني الكيراثوسي اللي هي تشيلاكتس دي وعندنا السموكلستوباكو هاي السموكلستوباكو وفيه نوكتينكتوماتيتس وفيه اليونة قلبو الرياكتف اول حاجة ناخد لنا قلبو وهي عبارة عن حاجة بتكون بشكل عرضي كده على طول الباكة الميكوزة من الاولى الاخيرة ناخدين عند الليبل بتاع الاولى الاخير بتاستنتينك كنتيجة لاحتكاك الاولى الاخير بتاع الباكة الميكوزة فبالجترة مع هما بيحتاجوا بيض وحتة من الباكة الميكوزة فبتيظهر اللاين ده لا يوجد اي طبعاً علاج للباكة الميكوزة دول هنا ممكن ناخدها هي وهي وهي باكة عمل بطاعة مش مزبوط او يعني حتة في خشنة فيه شرب القاسب طبعاً في السنة ومتزبط او بقعد داية من احتجاك تحتجاك لحده عملنا تركشن العلاج عمره ما بيقلب مالكة ماشي ومجرد ما بنشيل الاوفندينج ايه او بنزبط التنشر او بنشيل حاجة دي خلاص الليجن دوت المظاهر الدات التروماتيك كده بتختفي بعد مرور الاسوال لو ما اختفتش بناخد بايوبسي من المكان اللي مخفش وبنشوف هل تقى حاجة بقى مثلاً ماريج منت او ايه اللي حصل التشيك تيوينج عبارة عن يعني مستقومة اللي بنشوفها في الناس اللي عندهم سترس او عندهم دايماً 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 والناس اللي دايماً بتعود بتغيبها قوي بطريقة انهم اصلاً او بتعود في الميكوزا من هنا اللي جينز دايات بنشوفها بايلاترالي من البستير الباكال الميكوزا اللونج يعني الباكال الميكوزة كلها زي ما قولتها في السولة التامة wow الكريم بايلاترالي شهرت دايماً انه في حاجات يعني رفع في الميكوزة ويستخدم تستخدم التراثم وفيش اي تراثم ان نعمله اغير نحن نضع ال Night Guard دا اللي احنا ممكن نعمله عشان نعلم بعد اقتران نتكلم عن التميكال انترس بداعة الأورى المكوث هي ترانزت بتكون non keratonic white lesion بتظهر في الأورى المكوثة وبيتكون or of an eye result of variety agents that are caustic when retained the mouth for a long period بسبب اسباب الاسباب ديت لما استمرت في الفم المدة طويلة زي ايه اسبرين اسبرين فترة طويلة silver nitrate فورمكريزول sodium hypochloride لما انت بتعمل اندو dental cavity varnish اي varnish بنحطه في الكافتي acid itching او acid itching materials hydrogen pyroside او حتى mouse watches بس بيكون فيها سيرامون تمام؟ موجود في الكاميكال انجري بيكون irregular في التاب white covered بيكون سلوطة من المبريان طبعا يعني مش حقيقي بيكون very painful هنعالجه ازاي احسن حاجة ان احنا نمنع الكوز دوت يعني ان احنا نمنع الكاميكال بيرن ان احنا نمنع الكاميكال بيرن عن طريق ان احنا نحط رابر ديم كويس في الاندو بروسيديور عشان نتجلنا باية اترجان الكاميكال بيرنس المستوبرفشيال بيرنس اي بيرن بيهيل من اسبوع لاسبوعين ممكن نحط بقى زي اي حاجة مرتبة اصلا شأس في المميثايل سيلوز ماي بروفايد ريليف دي بتي تيشو بيرنس والنيكروز ماي ركواير كرفول ديبريمانت والثرفيس فولوز باي اني انتبيوتك كفرد بعد كده عندنا اليوراميك استوماطايتس دي بتكون نتيجة لازم الاول لو انت عامل هستري كويس ولقيت الليجينز ديت اه وممكن انتباع عن دورينيال فمعاك هستري كويس ولقيت الليجينز دي تعرف ان ده بسبب اليوريا اللي تكونت هي كميكال بيرن حصلت نتيجة للدسؤرد في البيشينت اللي اندوم ايكيوت او كروني كرينيال فريلتر بسبب زيادة الكنسنتريشن بتاعت اليوريا فزودت في البرادوستالايفة زيادت في البرادوستالايفة فده ادى الورال الريتنز ايه اللي ظهرت العيلون هابيض بتأبير لما البرادكنسنتريشن بتاعت اليوريا بتاعته بنزع للثلاتين تمام؟ العلاج اول لما هو بيعمل هيمو دوليز الغسيل كلاوي خلاص الليجينز بتختفي وكمان ان احنا بنعمل هاي ليفل بقى من القرى الهياجين لان انت لو نظفت كويس تضمت موس ووتشيز اليوريا طبعا بتتشال بسرعة اللي فيها اللي في السلايفة فمش يحصل اللي هي الوائة الليجينز داية الاكتينيك كيراتوزيس بعد كده عندنا الاكتينيك كيراتوزيس اول الاكتينيك كيلايتس دي بتزهر بسبب اتعرض للشمس الفترة طويلة فهي اكتينيك كيراتوزيس هي ممكن تكون تبدأ مالك تقليب ماليجنانت نتيز داية للاكتير مثلا اكسوزرية يعني المريض دا اتعرض فترة طويلة جدا للشمس زي مثلا فلاح مهندس اي حتى بتعرض للشمس الفترة طويلة دايما بتشوفها نشوف الليجنز دي على البرميليون بوردر تعطى اللورلب رياز اي مكان تاني بيتعرض للشمس سي الفورهيدس 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 لما نلمسها من اللي ايها متأشرة كده او فيها اشرة التريد منت بتاعها هنعمل ممكن منها يقلب لسكويمس الكارسونومة ممكن منها يقلب لسكويمس الكارسونومة لطبعا البيوبسي تشوت بي برفورمت ان لجينزات الريبيتت التريد او كراست اوفر او شود اهدك يعني لو بدأنا نشوف ثلاث حاجات دول نبدأ نعمل بايوبسي ان هي بقت سكند وايد اريا يعني جزء وايد بس تقيل شوية الكراست اوفر بتتقشر معاك او عاملة التريشن افويد السولر راديشن تجنب اي خالص اشياء على الشمس ممكن نديله سانس كرين لوشنز او كريمات وده عبارة عن برا امينو بينزويك اسد بتأبذور بالسان لايت يعني احنا لو بنحط له البراء برا بنزويك اسد دوت بيأبذور بالسان لايت وده عبارة عن سانس كريم بيحمينا في بقى سان بلوكر خالص ده زينك اوكسايد او ده بيسكاتر يعني هي شمس تقع على الاسكن بيسكاتر الاسكن طبعا لازم يكون فيه ضروري جدا نعمل برايوتيك ريكو المريد دايما نتكلم ما يكلمنا او يجي كل فترة البايوبسي لازم تكون شود بي برفورمت على الليب ليجينز لازم البايوبسي اللي على ناخد بايوبسي من الليب ليجينز ديت يعني بعد اما احنا المريد ده بدأ ميروحش عند الصن او ما بيتعرض لهاش او بيحمي نفسه منها برضو الليجينز لسه موجودة فهنبدأ ناخد بايوبسي ممكن تبقى فيه ابثلازيسبلجيا ممكن فيه حاجة مريجنة فنعمل بقى او كاريوثيرابي في ناس بنعمل لها ايه كيموثريبوتيك ايجينز زي بنستخدم طوبيكل خمسة في المية من الفروق فلوريورثيل وليه اسمه تاني اسمه انتيميتابولايت وممكن نستخدم فلوريورثيل انتيميتابولايت عشان ده عبارة عن كيموثريبوتيك هاب بنوزد في ايه وبتعمل يعني نجحت مع ناس كتيرة هنتكلم دلوقتي عن السموكلس توباكو انتيوز كيراتوزيس اللي هي صناف ديبريس كيراتوزيس توباكو بونش كيراتوزيس هي عبارة عن السموكلس توباكو مكان هما بيمسكوا التوباكو وبيحطوها مثلا بيكونوا اليمانيين المستكون الاماكن اللي بيكون موجود فيها الوايت لجنز دي بتظهر هي الانتيرير منديبلر فستيبيول فولد بي بوستيرير فستيبيول السيرفز بتاع اللي بيكون ده بيأبير وايت وبيكون جرانيولر ورانكلد والليجنز بتكون سممم يعني ان هي ممكن تقلب بكنسر كمان في اعراض بتحصل مع السموكلس توباكو إنه بيحصل فيه جنجبال ريسشن بيحصل له ديستركشن في المكان اللي يحصل له كونتاكت والريسشن دي بيتنفولف اس افشيال اسبكت للتوس او الالتيس الريسشن ده ممكن يحصل له افشيال اسبكت للتوس او التيس بالليهب بالاماونت والديريشن بالتباكو يوزي يعني على حسب كاماية التباكو اللي احنا بنحطها فبيحصل في الالتيس كلها او في توس الارض لنا هو بتكون الليجن داية بيكون اسو ما بطوماتك يعني ما فهاش اي نوع من انواع القلم هو بتيسكور دا عن طريق ان احنا عمنا نرة przygotivation كزا مرة فبيحصليا الترياتمين بقى حدومى بها تعود على نورمال ميكو الذرى تختفي من أسبوع لأسبوعين ولو استمرت أكثر من شهر هناخد ليجن هناخد بايوبسي ونشوفها. تاني حاجة هي نيكوتينيك استوباتيتيس نيكوتينيك أو البالاطيس موكرس اللي هما بيقلبوا السيجار ويشربوها لجوه. تمام؟ أو أنت تشرب بقى الحاجات اللي هي زي فيب بوك كده. هناخد ليجنز تظهر في الهارد والصفت بلات. هي هناخد ليجنز تظهر في الهارد والصفت بلات. مع الناس اللي عندهم بقى هي بيشربو السيجار بمهارة جديدة. أو بايوب أو ثيجار سموكرس. اللي جنز يميش بتعتبر بريماليجنت. يعني مثال العبلاء. العبلاء كمنا معتبرينها ماليجنت. بتظهر مع الهارد سموكرس. تمام؟ تظهر مع الهارد سموكرس. تظهر مع الهارد سموكرس. تظهر مع الهارد سموكرس. بسبب تأسير كرونيك. البارات الميكوزة تصبح ديفوزلي غري. البارات الميكوزة بتظهر يقى غري يقى غري يقى White. نومرس سلايتي اللي اللي بيتد ببيولز. احنا قلنا عندنا ببيولز و بلاكس. ببيولز ذات اللي هي اقل من واحد سنتيمتر. يعني جوا في نوء أط حمره. دات ربريزينت إن فيلمد آرترد من المينور السلوبري. بظهر انها ملتعبة في البلد يبقى هيا بسبب ايه؟ لو قالك ايه؟ السبب due to chronic insult حصل chronic insult البلد الميكوزة become diffusely gray or white يبقى تدسكرايك كده انها chronic insult مع بلدة الميكوزة become diffusely gray or white numerous slightly elevated papules with punctate red centers that represent inflamed minor salivary glands sanivary gland ducts the treatment of prognosis in nicotine stomatitis is completely reversible once I have a discontent يعني بمجرد ما هنوقف العادة هيا الليجين دا هتختفي الليجين بتريزولف من الاسبوعين من ان احنا وقفنا الليجين السبارة للإنفرميشن is proportional to the duration of the يعني ممكن نشوف الليجين دية شاكتها او حدها على حسب الشخص دا بيدخن بالو قدية بالطريقة دي لو لقينا ان الحاجة بعد دا ما وقفنا وبرضو الليجينز موجودة لمدة شهر بناخد بقى biopsy وبنعمل وبنشوف ايه دا ممكن تكون اصلا مش دا وممكن تكون حاجة بقى cancerous كده احنا خلصنا اللي هما الرياكتف انفرماتري تمام؟ وقلنا عليهم انه هما مش cancerous يعني بقى الانفكشوس white lesions بقى اللي هما oral hairy lycoplicia coplic spots candida قد كده عندنا oral hair lycoplicia هي corrugated white lesions that are usually occurs في lateral ventral surface بتاعت الطنج بتيجي اما في جنب اما في الامام اللاترال بتفضع الطنج ب severe immunodeficiency انخفضش دي جدا في المناعة هي بتيجي مع الامراض اللي فيها انخفض المناعة زي ابستن بار فيروس او AIDS مستقومندي ديت associated with oral hair lycoplicia اللي هو اي حاجة زي AIDS ابستن بار فيروس هي مش سببها يعني ابستن بار فيروس لا هو انخفض المناعة بسبب المرضى قده لزورهم تمام؟ الأورى الهلوريكي present is a black طبعا like lesion يعني اقضر ونحت سنتيمتر and it is often by not رب تكون على الكمبي الدفنت الدايجنوس can be established by demonstrating the presence of ابستن بار فيروس انهو بيقولك ان الدايجنوس ان احنا بتجبها مع ابستن بار فيروس ممكن بقى ان احنا نعمله PCR عشان نتخشف من المرض او electromycropsy microscopy او polymerase chain reaction اللي هو PCR مفيش اي treatment للمرض لك ان احنا الادوية اللي بنتديها للي بيشتن بارهم فيروس هي مع ان هي بتعلقه هو ممكن يختفي الحصبة تظهر مع الحصبة تمام؟ مثل الحصبة هي virus infection caused by a paramexovirus تمام؟ المثلة هي predominantly disease باستشلدن دايمة الحصبة تتجي مع الاطفال بتأبير في الوينتر والسبرنج full wing incubation period عندها فضة حضانة كده للمرض اللي حصبة من 17 ايام الكوبلكس بوتس تظهر انت بقى بتظهر بـ 97% من الاطفال بعد من واحد يعني الاول بيظهر سخونة pre-dormal symptoms بعد كده تظهر الكوبلكس بوتس وبعد كده من 2-3% من 2-3 ايام بتبدأ بقى السكين راش يبدأ يظهر وساعتها للسبوتس بتبدأ تختفي ماشي؟ كيتنيس راش للميسلز السبوتس بقى بتبدأ ان هي ايه تختفي يقولك as soon as as soon as ان السكين راش develops ان السكين راش بدأ يظهر الكوبلكس بوتس تتسابير خالص دون تأبير مش بتظهر في الحزب الالماني الكوبلكس بوتس كومالي سين في الميكوزة بتعتى التشكس دايما بتظهر في الميكوزة بتعتى الخدود من جوه للتشكس واللبس as a small plewish white speaks surrounded by a bright red margin عاملة زي حبيت الرز اللي في إيرثرو ميتس بيز a grain of rice في إيرثرو ميتس بيز عبارة عن plewish white speaks surrounded by a bright red margin grain rice في إيرثرو ميتس بيز فيه complications بتحصل مع الميثل زي inocephalus يعني التهاب في المخ أو إيرثرو سيتوبينيا اللي هي عدد بلاتس عدد البلاتس بتكون أقل الكنديدا الكنديدا بقى هنبدأ في الكنديدا هي بترفيل multi-plasty disease caused by a yeast like fungus هي شبه الفانغوش وهي اسمها الكنديدا البنا اه it's the most common oral fungal infection in human هي أكتر حاجة بتحشوفها في اللي في العادات ولازم تتعلمها كويس جدا الكانديدا اسبيشيز are normal من 40% بيثي هي بتنتهز أول ما البق في مايكروبس كتير جدا أو مش مايكروبس يعني normal بكتيريا اللي هي بتتغزة عليه وبتفيده كده بمجرد ما معدل البكتيريا اللي ده بيقل هي بتنتهز هي اوبرتيونيستي وبتنتهز الفرصة دي وبتنمو في الجسد فهي أي حاجة بتؤدي إلى ان البكتيريا النفعة اللي موجودة في الفم تقل هي بتنتهز الفرصة دي بالزيد ممكن تبقى أكيوت أو كرونيك ليها طبعا اول حاجة هي بمجرد ما نتجي له انتبيوتكس كتير فهذا بيعمل اتشينج في الأورال ميكروبيل فلورا فده بسبب اللي نحن نتجي له انتبيوتكس فده بيعمل ايه كانديدا أو تبقى 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 بكتيريا كبيرة يعني وكملا دي ممكن تغذي الكانديدا عند ذلك زيرستوميا زيرستوميا مع سموكينج مثلا مع أي حاجة من الحاجات دي تسبب الكانديدا تظهر لو سيرفر سيكريشن قلت فده هيقدر رديوس السلايفا بيبقى فيها إمنيوبادلس يعني اللي هي أنتيبادلس للأي انفكشن فلما يقل يحصل ديرستوميا يبقى كانديدا كورتيكوسترويد سيرابي أي حاجة بياخد كورتيزونز أو حاجات زي كده هي بتوقف المناعة وتمنع الليمفوسايتس أي طبيقال أو سيستاميك كورتيزونز بتدي بها إيه؟ بتدي فرصة لو قدنا إمينوسيبرسيف وقبنا الليمفوسايتس طبيقال أو سيستاميك فحصل إيه كانديدا ورده انفكشن use of antifungal drug for a one week out for a week of كورتيزون بيقولك الحل مع الكورتيزون إديهم antifungal drug من أسبوع لأربع أسبوع مع الكورتيزون سيرابي ممكن كمان لا إحنا هنديله أسبوع antifungal سيرابي من أربع أسبوع الكورتيزون يعني هو بيخد أربع أسبوع أربع أسبوع كورتيزون هنديله أسبوع منهم antifungal drug بعد كده عندنا الـ طبعا الأطفال من أكتر الناس المعارضة أنه ما يحصلوهم كنديدا انفكشن ازاي ممكن عن طريق الماظر ممكن عن طريق الـ اللي هما بيغذوها أي نوع من أنواع الـ الموارد ده بيكون انفكشن موعد ماشي الـ immune system is not well developed in infants المنطقة الأطفال عند الأطفال أنه عندهم مش كمينة فهيأدي الأطفال المنطقة اثناء الحمل ممكن يكون الحاجات دي هي سبب زيادة في الاستروجين وبوشسترون ليصاب استريت يعني المادة الخام كده لظهور المرض دوت او دفكتف في السلميديد ايميونيتي زيادة في الايه في السلميديد ايميونيتي اي حد عنده ديابيتس من الناس المعرضة جدا لنصل لهم لان هما عندهم اصلا مشكلة بالمناع سبشل طبعا هما عندهم ايه النيتروفيلز فيها مشكلة هنقسم الكنديداز لأكيوت وكرونيك الأكيوت هنشوف فيها في السودو من بريناسي سراش او اتروفك زي كاندي انتيبيوتك انتيبيوتك ثورماوس او ايرن فشينسي انيمي يبقى احنا في الأكيوت هنشوف حكتين يا اتروفك يا سودو من بريناسي سراش في الاتروفك هنشوف ايرن ديفيشينسي انيمي او كنتي انتيبيوتك ابراوز سورماوس تمام من هنشوف اتروفك او هايبر بلاستيك الاتروفك عبارة عن دينشور موس ,انجليركليتس ,مذيون رونبويدا ..تو الأطروفك في الیکرونيك هنشوف أتروفيق أو هايبر بلاستيك في الأتروفك هنشوف Vallin's ursourios ,هي في ال εκدار llana هذا بسبب اللي دينشور موس ففي出来 chemins أنجليركريتس ,مذيون رونبويدا ماذا متوق china احصل ثمثي خصف الموس الليدلي غير البلاستيك التسيطية اللي هيا التراش الى اول حاجة احنا ناخدها هي بعض الانفكشن بيجي من السيطة الاوتر لايس التعليين بيظهر بالاوتر لايس التعليين تراز الملتد من المشكلة البلاكس اللي بتكون اكبر براحة سمتمتر او فلاكس على نيكوزل سيروز ماشي بزهورها الموذفل البلاكس دي هننمسك البلاكس الدي وناملها الموذفل المساحة بجنتل رابنج او سكرابنج بيظهر كده نوع لما بنشيل النوع الأبيض ده بيجهى النوع من أنواع الألترز يعني لونها أحمر كده عسمية demonstrating is my million is helpful when diagnosis is uncertain بنشوفها تابع لو عايزين نعمل differential diagnosis هي هنشوف مثلا هي مش فوت ده برس ولا هفته ولا تشيل بايتنج وكمان هي مش هتكون المرض اللي هو جناتك اللي اللي احنا تعرفنا عليه اللي هو white spongy بالصول يعني هنقدر نعرفها acute atrophic bank candidiasis دخلنا بقى هي عبارة عن apresent يعبارة عن red patches تانيكة white لالأتروفك أو the earth might is raw painful mycosa الميكوزة بيكون فيها pain with minimal evidence of white pseudomembrinus observable thresh يعني صعب جدا تلاقي اللي احنا قولنا اللي ها سودومنبرين الثراج دايت acute atrophic candidiasis هي بتكون ظهرت لسبب ايه بقى antibiotic sore mouth البنالو antibiotic عمل احتقان في الزور develop symptoms of oral burning bad test اعراض بسبب oral burning thor throat during after removal ادنالو antibiotic بيكون spectrum antibiotic بستعتو على spectrum بتاعي patient with chronic iron deficiency anemia هتحمل برضو atrophic candidiasis يعني لو حد عنده iron deficiency anemia هتحمله atrophic candidiasis removal of the cause لو احنا شلنا بقى الكوز اللي هو withdrawal of the offending antibiotic لو شلنا الantibiotic او اللي عملنا قورة الهايجين كويس ده يحسن الحالة جدا ويمكن الورد يختفي الكورونيك دي بقى ان شاء الله مرة جاية هنكملها عايزين بس دلوقتي نراجع الحاجات اللي احنا اخدناها الليكتشر ديت عشان كده يعني نعمل mindset سريع احنا اخدنا اول حاجة اه